إذا أعز أذكر الناس باسم الشهيد محمد هرون ونفكرهم بطولاته اللي هي مزالة خالدة لغاية دلوقتي طبعاً أنا زوجة الشهيد المقاتل البطل محمد هرون كان معروف باسم سوادي التكفرين الحقيقة أنا بحب أقول أنا زوجة ضابط في الجيش المصري بربط مقاتل لأن محمد بصراحة كان معروف عنه أنه هو إنسان جري جداً ما كانش بيخاف الموت كان معروف في صحة القتل أنه كان شجاع كان بيحب دايماً يتقدم صف الأولى في المعركة أو في المدهمة الحقيقة أنا كنت بسمع الكلام ده كان من القضى بتوعي محمد كان بيبقى أول واحد كان بيطلب أنه يطلع المدهمات الخطيرة وكان دايماً بيختاره في العمليات المدهمات اللي بتكون نوعية لأنه كان معروف بقلبه الميت عايز أقول لحريتك أنه دايماً الناس كابت تسألني هو إزاي كان جريء كده أو إزاي هو كان شخصيته كده كنت دايماً أقول لهم والله سبحان الله يعني هو كان شخصيته كان كده لأنه إنسان كان بيخاف ربنا وبيتقي ربنا سبحانه وتعالى في كل تصرفته واحد كان حريص دايماً أنه بيكون مواظب على صلاته كان يصحى كل يوم الصبح عايز أقول لحريتك والله لازم يقرأ الكرآن واحد بينزل صحت الكتال وهو بيقول ربنا سبحانه وتعالى أنا مستعد للقائك يا رباً فمن هنا كان بيستمد قوته يعني أنه هو ينزل يقاتل وهو عنده استعداد أنه يعمل أي حاجة فمن هنا كان جريء يعني من كتر جراته نعايز أقول حريصك والله القادة أفتكر أن القائد بتاعه كان فترات الأخيرة كان مستهدف وكان مطلوب بالإسم تحديداً تحديداً أوه فكانوا بيخالص عليه يطلع في بعض المدهمات فمحمد كان بيسر أنه هو يطلع بنفسه عشان يجيب حق الزمان كان شغله في سينة وكان في أخطر مكان كان موجود في سينة كان كمين الجراء العسكر فتخيل حريصك أن القادة يقول له إحنا خايفين عليك إحنا عايزينك وهو اللي بيسر بنفسه أنه هو اللي يطلع عايز يجيب حق زميله عايز يطلع يقاتل فما فيش أعظم من كده يعني يعني واحد عايز الشهادة بيطلب الشهادة فسبحان الله يعني أنا بقول إن محمد طلب الشهادة من ربنا سبحانه وتعالى وربنا نولهله الذكرى الشهادة بقالها قدي كده كم سنة احنا بقالنا دلوقتي ومحمد استوشف سنة 2015 تحديداً 12-11-2015 يعني قم نسته 4 سنين تحديداً